طبعا الامتحان يبقى كنوع من المراجعة مع الولاد ونشوفوا ما عملوا ايه مع بعض في الامتحان هنبدأ مع بعض وده السؤال الخاص بالديالوج وأنا قلت انه هو يفضل يتقرأ كله عشان نفهم الحوار بيتكلم عن ايه فالديالوج كان بين نيلي وما بين ماجد فنيلي بتقول ماجد رد عليها نيلي رجعت سألت سؤال تاني لان اخر الجملة فيه question mark فماجد قال I leave in London طبعا هنا نيلي في البداية قالت how are you كيف حالك فطبيعا انه حيرضي يقول لها I am fine thank you او I am fine thanks الاتنين صح بعد كده حتسأل سؤال نيلي فماجد قال I leave in London انا اعيش في لندن يبقى حتسأل نيلي وتقول اين انت تعيش يعني سؤال هيبدأ بquestion word بكلمة استفهام القاعدة بتاعتنا كلمة استفهام فاعل مساعد فاعل فاعل اللي هو خاص بالvocabulary and structure بالمفردات ومعاني الكلمات وده بيكون عليه 12 marks 12 درجة الجزء الاول فيه underline the correct words in practice يعني ضع خط تحت الاجابة الصحيحة بين الاقواس number one you need protein fiber calcium for your bones and teeth احنا بنحتاج ايه عشان العظام وعشان الاسنين طبعا بنحتاج الكالسيوم number two I will travel to America on ولا buy ولا at plane طيب احنا لقينا وسيلة مواصلات transport يبقى قبلها على طول لازم احط buy طب لو كان سيرا على الاقدام فوت كنت هاختار on لكن ده transport عادي وسائل المواصلات يبقى buy number three رانيا isn't ولا don't ولا doesn't visit here and on saturday طبعا هنا ده نفي والنفي اللي زمن المدارع البسيط القاعدة بتاعتنا don't or doesn't هو اصل الفعل طبعا انا عندي هنا رانيا يعني ضمير الفاعل شي يبقى اخطار doesn't يبقى doesn't visit here and number four the torch ولا watch ولا camera tells us the time مين اللي بيخبرنا بالوقت طبعا الوقت يبقى watch number five when ولا where ولا what is the bank it's on the left انه على اليسار يبقى انا كده بحدد مكان يبقى هاختار where اينا number six I always ride rides riding a bike always دي كلمة دلة على زمن present simple tense وبالتالي هاختار الverb المناسب للsubject pronoun يعني ايه يعني لو انا عندي subject pronoun زي ما هوا مدينا I او can we او you او they يبقى هحط الverb في الانفينتف لكن لو كان عندي he او شي او it يبقى كنت هضيف es فطبعا او es او I es انا عندي هنا الضمير I فهاختار الverb في الانفينتف يبقى الاجابة I always ride a bike طبعا يا جماعة لتشايسة الاختيارات بتكون اجابة واحدة بس صح مفيش احتمالات للاجابة number seven rabbits like eating الارانب بتحب تاكل ايه meat fish carrots طبعا احنا عارفين ان الارانب بتحب تاكل الجزر يبقى بيختبرنا في معنى كلمة الجزر carrots دي الاجابة المصبوطة لو حد يجاوب اي حاجة تانية غير كده يبقى مش الاجابة هتبقى مش مصبوطة number eight I have got a car it his mine my طيب الجملة الاولى هي اللي هتحددلي انا املك سيارة بتكلم عن subject pronoun انا تمام اللي هي I يبقى it ايه في ضمائر الملكية الضمير الخاص subject pronoun I ضمير الملكية هيكون mine يبقى الاجابة صحيحة it's mine number three rewrite the following sentence using the words in practice والسؤال ده عليه four marks اربع درجات number one Romy likes football وبيطلب مننا بين الاقواس ان احنا نحط what يعني make a question نعمل سؤال واحنا اتفقنا مع بعض ان السؤال بwhat يعني سؤال من النوع الاول wh question والقاعدة المستخدمة كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل وبما اننا عندي الجملة في زملة present simple tense يبقى هستخدم فعل مساعد verb to do طب انا عندي رامي يعني ضمير فاعل هي يبقى هستخدم do ولا does لا هستخدم does كفاعل مساعد ابتدأ كون السؤال هاقول what what does رامي like football لاني بحط الverb في الانفينيتف لما يكون في السؤال لما اجي اجاوب هاقول رامي likes football يبقى الاجابة صحيحة does sorry what does رامي like number two susan plays tennis in the garden فحاطت between practice not يعني بيقول لي انفي الجملة هي الجملة في present simple tense حنفيها يبقى لازم في البداية اكون عندي القاعدة بتاعة نفي الجملة في زمن المدرع البسيط don't or doesn't واصل الفعل انا عندي هنا susan يعني هتاخد doesn't فحتكون الاجابة الصحيحة susan doesn't play tennis in the garden susan doesn't play verb في الانفراتف tennis in the garden number three these are our dolls مطلوب مني between practice حط hours يعني ضمير مفعول يبقى the right answer these dolls are ours these dolls are ours طبعا ضمقر الملكية بتتحط في نهاية الجملة number four yes there is a library in my school between practice طالب مني حط is يعني make a question اعمل سؤال بس ده هنا من النوع التاني اللي هو الياسر no question فحقول is there a library in your school ولازم احول الضمير my يبقى your لاني بخطبك انت انا جاوب هو وقال نعم يوجد مكتبة في مدرستي فلما جاء اسأله هل يوجد مكتبة في مدرستك يبقى is there a library in your school فالانصر هيكون yes there is a library in my school تمام next question reading comprehension وداعلي 4 marks 4 دراغات هني ارمى بات read the following passage and answer the question below mona is a good mona is a good girl she is nine years old she is in primary three she gets up at seven o'clock she always reads her emails before school she goes to school at eight o'clock she studies many subjects like english she studies in her classroom or on the internet after school mona usually plays tennis she does her homework at night and watches tv before going to bed number one answer the following question number one how old is mona طبعا هو ادانا في passage في الفقرة وقال she is nine years old number two what time does mona go to school what time ما الوقت يبقى لازم اجاوب بساعة احدد الوقت اللي mona بتذهب فيه الى المدرسة فهنقول she goes to school at eight o'clock طبعا هو ملغبطنا ومدينا فيه ساعتين فيه عندي الساعة الاولى اللي هي بتصحى gets up at seven o'clock وساعة التانية انه هي goes كان سؤاله بتذهب الى المدرسة امتى يبقى she goes to school at eight o'clock number two choose the correct answer او correct word number three mona is in primary two three four طبعا هو الفقرة انه ايه mona in primary three number four mona usually takes a nap rides a bike plays tennis after school برضو من الباسج من الفقرة قال in mona play tennis after school بعد كده هننتقل next لسؤال reader القصة وده بيكون عليه three marks ثلاث درجات answer the following question number one what did change love to do احنا قولنا قبل كده لما يكون عندي الفعل المساعد helping verb did في النوع الاول من الاسئلة يبقى ده معناه ان احنا لازم نجاوب السؤال في الماضي يبقى حول الverb اللي موجود in present حوله lay past فحقول change loved to play his flute change كان بيعشق او بيحب العصف على الفلوت بداعه number two who was the eldest son of the emperor يعني مين كان الابن الاكبر للامبراطور طبعا هنقول the eldest son of the emperor is change اللي هو الابن الاكبر complete the following sentence number one او three تكملا السؤال القصة then your flute sounded like يعني النايل الجديد كان صوته like بيشبه ايه زي السحر الخيال يبقى like magic المطلوب مني ان انا نكتب كلمة magic number four the golden bird is the most beautiful bird in the in the in the world في العالم يبقى الطائر الزهبي كان اجمل طائر في العالم next سؤال writing write a sentence under each picture describing it في الصورة الاولى زي ما احنا شايفين ولد ومدينا كلمتين name وامر فحيقول my name is امر اسمي امر picture number two راسم ترطايا وبيقول i وفايف طبعا يبقى انا كده هقول ايه i am five years old او ممكن اقول i am five انا عمري خمس سنوات الصورة الثالثة عندي في like وفوتبول فممكن نقول i like فوتبول انا بحب كورة القدم او ممكن اغير الضمير واقول they like فوتبول برضو هتبقى تمام مزبوطة مفيش مشكلة فيها بعد كده next handwriting سؤال الخط وده بيكون عليه one mark درجة واحدة بس copy the following sentence in your best handwriting keep your school clean يعني حافظ على مدرستك نظيفة فطبعا لازم الولاد يكتبوا الجملة بخط جميل ينجد handwriting كمان يبدأوا الجملة بحرف يكون capital letter وينهوا الجملة بالنقطة زي ما هو مكتوب بالظبط لان كلمة copy احنا بننسخ المكتوب بالظبط بكل تفاصيل تمام نقطة موجودة نكتبها علامة استفام موجودة نكتبها فهنا جت لنا جملة افرمة تفعديه خالص خبرية مسبتة يبقى بحط في نهايتها النقطة تمام بكتبها وكان معكم مسلو بن احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة